أسقط أبطال الجيش الوطني طائرة مسيرة في الأجواء المحاذية لشرق مديرية باقم شمال محافظة صعداء أطلقتها الميليشيات الحسية المدعومة من إيران وأوضح قائد محور آزال قائد الواء 102 مشاه العميد ياسر المعبري أوضح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن قوات الدفاع الجوي بمحور آزال رصدوا تحركا للطائرة في الأجواء المحاذية لمثلث باقم الصفراء وتمكنوا من إسقاطها في القطاع الشرقي لمديرية باقم اشتركوا في القناة